المباحثات إذا سمناها كانت بهذا الشكل قبل أيام لأنه يقال بأنه قبل يومين كان من المفترض أن يصدر أمر نهائي وحاسم بالنسبة لمصالحة وتم عرقلة الموضوع هل هذا صحيح؟ بس أشرح لك اللي حدث ولذلك كل الشارع القطري أو العربي أو الخليجي كان يعتقد أنه ستكون هناك مصالحة بقط مع السعودية على اعتبار أنه في بداية يناير أيضا كانت هناك تحركات وعرقلة من قبل الإمارات لذلك البيان كان مبهم بالنسبة لم تكن هناك معلومات إنما ذكر المصالحة أنها ستكون شاملة شاملة معناتها تشمل الرباعي العربي الأربع الإمارات السعودية ومصر والبحرين وبالتالي اليوم يعني تغريدة عبدالخالق عبدالله يقول أنه لن تكون هناك يلا ناخدها معك ممتاز إلا بموافقة الإمارات هي على الهواء الآن هي على الهواء أستاذ صالح وصراحة تغريدة لافتة وغريبة عجيبة خلينا خلينا نقرأها للمشاهدين الكرام يقول الدكتور عبدالخالق عبدالله لم يتحرك قطار المصالح الخليجية مليمترا واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة هذا يوشي يستاذي يوشي بأنه يعني ابعدت الإمارات عنه هذا ويعني أنا كمواطن قطري حقيقة لا يعني لا يمكن أن أتقبل أنه في يوم ما ستكون هناك مصالحة وإن كانت لربما في التاريخ سيكون هناك مصالحة لكن ما موجود في دواخرنا كمواطنين قطري نعتقد أنه من الصعب أنه نتقبل من يسيء لك ونصافحه في النهاية ونقول عفو الله عما سلم لا ما في مع تقديري لهذه الآية تستخدم في أمور أخرى لكن بهذا الشكل يعتقد أنه من الصعب أنه تكون هناك مصالحة لكن إذا كانت هناك ويعني بيان الكويت الشامل يوشي بأنه كل دول الخليج وافقت أصلا على المصالحة الشاملة والتي كما يقال الآن ويتردد أنه ستكون في قمة البحرين قمة مجلس تعون القادمة في البحرين بعد أيام قليلة كنا نتوقع أنه خلال الفترة الجاية هذه يعني خلال الأيام اللي أبعد ما أعلن هذا البيان أنه المملكة العربية السعودية تصدر بيان بما ستقوم فيه سواء كان بفتح الأجوال سواء كان برفع الحصار سواء كان بإزالة كثير من الأمور التي قامت فيها ضد الشعب القطري مع الأسف وهنا نقول الشعب القطري وأيضا المواطن السعودي الذي تربطه بصلاة أيضا تأثر وتضرر من جراء منع دخوله ومنع ووجود أمور حتى يأتي يعني أنا كمواطن قطري لا أستطيع أن أدخل البحرين إلا بفيزا يعني مع الأسف فيزا طبعا تستخدم لمن ليسوا في نفس المنظومة أو لمن ليسوا في المجموعة التي كنا ندخل بالبطاقة الشخصية وكنا يعني نعامل معاملة المواطن في هذه الدول لكن مع الأسف وأيضا طبعا الأمور الأخرى التي قامت فيها اللهم هو أنه الآن يعني ننتظر بيان المملكة العربية السعودية وسيتبع بعد ذلك بيانات أخرى سواء من البحرين أو من الإمارات أو من مصر هذا هو الديدن الذي قاموا فيه منذ بداية الحصار الحصار صدر في خمسة ستة بيان من السعودية وتلا بيان من البحرين وتلا بيان من الإمارات ومن مصر نتوقع أنه في قادم الأيام أنه يكون هذا البيان معلن ومعروف ما هي الآليات إلا إذا ترك لي قمة مجلس التعاون وفي بيان الختامي للقمة سيتم إعلان ذلك يعني مثل ما قلت لك المعلومات كلها تسريبات كلها يعني اجتهادات مغردون في التواصل الاجتماعي ولا تتوفر معلومات مثل ما قلت البيان وزير الخارجية الكويتي يعني كان مقتضب جدا لم يتجاوز الدقيقة ونص ولكن هو يعني أعطى يعني انطباع أنه هناك اتفاق تم بين قطر وهذه الدول اللي بدء في المصالحة ونسيان ما حدث في خمسة ستة الفين وسبعة تحدي طيب سيد صالح سأتي إلى القمة التعاون الخليجية والحديث عن عقدها هذا الشهر في البحرين لكن مرة أخرى لو سمحت لي قبل يومين هناك من قال بأن المصالحة تمت ولم يبقى إلا الإعلان عن تفاصيلها ما الذي تغير؟ لا 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 هو البيان لكويت كان واضح فيها المسألة أنه المصالحة تمت وباقي الآن التفاصيل نريد أن نعرف التفاصيل سواء كان مثل ما كنت من بيان السعودية من بيان الإمارات من بيان ولا عليك من تغريدة صباح عبدالله إذن أنت موافق على هذا القول بأن المصالحة تمت طيب بين من ومن؟ حسب البيان أنه مع الكل الأربع دول تمت الموافقة على المصالحة وانتهى كما قال الوزير الخارجي ترجمة نانسي قنقر